السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني اليومية لأهم السلع والمؤشرات ليوم الجمعة الموافق التاسع من أكتوبر من العام 2020 وقبل أن نبتدأ أخواني الأعزاء فقرة التحليل الفني أتمنى منكم عمل اشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل جرس الإشعارات من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد فننطلق أخواني الأعزاء في تحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إندكس ونلاحظ أن مؤشر الدولار الأمريكي يتداول بشكل عرضي منذ مدة ما بين الدعم الماثل عند مستوى 93.40 ومستوى 93.80 وهذه التحركات العرضية المحصورة تدل على أن مؤشر الدولار الأمريكي قد يتخذ خلال الجلسات القادمة مسار جديد ولكن أخواني الأعزاء في حال تمكنت الأسعار من كسر مستوى 93.40 والثبات أسفله فقد نشاهد عودة مؤشر الدولار الأمريكي إلى الهبوط وقد تكون هي عما ثابت الخطوة الأولى لضعف الدولار وعودة الدولار إلى النفق المظلم مجددا وقد نشاهد مؤشر الدولار الأمريكي يضعف ومما ينتج عنه قوة للذهب وقوة للعملات مقابل الدولار الأمريكي إذن أخواني الأعزاء يتبقى لدينا لمؤشر الدولار الأمريكي الدعم الأخير لهذا المؤشر ويعتبر ثبات الأسعار أعلى مستويات 93 هو بمثابة الأمل الأخير للدولار الأمريكي أما في حالة الهبوط والسقوط من مستويات 93 فسوف نشاهد عودة ضعف الدولار الأمريكي مجددا وقد نشاهد انهيارات للدولار أمام أزواج العملات ونشاهد قوة لملك الملاذات الآمنة الذهب إذن أخواني الأعزاء نتابع مفتاح التداول لليوم الحالي هو مستوى 93.40 الثبات أعلى هو الارتداد منه قد يعيد بصيص الأمل للدولار الأمريكي أما كسره قد يكون بمثابة الخطوة الأولى للدولار الضعيف خلال الفترة القادمة إذن أخواني الأعزاء ننتقل لتحليل ملك الملاذات الآمنة فنلاحظ أخواني الأعزاء يوم الأمس بالتداولات يوم الأمس حبطت أسعار الذهب أسفل مستوى 1890 والذي تحدثنا عنه واقتربت من مستويات 1880 ولكن سرعان ما بدأت الأسعار بالصعود ونجحت في اختراق المتوسط المتحرك ونجحت في اختراق مستوى المقاومة الماثلة عند 1890 وتحدثنا في حال أن الأسعار ثبتت أعلى هذا المستوى قد يكون الذهب يحاول العودة والتصحيح ولكن حاليا إلى الآن يعتبر الذهب في محاولة للتصحيح ومحاولة للعودة لاختراق الخطة لاتجاه الهابط والعودة للمسار الصاعد مجددا ولكن أخواني الأعزاء شرط تأكيد العودة إلى المسار الصاعد هو مستوى 1919 ثبات الأسعار أعلى 1919 قد تمد الأسعار بالدافع الإيجابي وقد نشاهد عودة الأسعار إلى مستويات 1930 وهي عبارة عن المستوى المفصلي والمحوري للذهب واعتبار الذهب أنه قد عاد بالفعل إلى المنطقة الخضراء وإلى بر الأمان مجددا وسوف يستعيد بريقه إذن أخواني الأعزاء تداول أسعار الذهب في المنطقة الحالية يعتبر لا يزال لم يؤكد الصعود بشكل كامل إلى الآن الذهب يتداول في مناطق حساسة وفي مناطق مقاومات قوية جدا جدا ارتد منها أكثر من مرة فيجب الحذر ولا يتأمنوا أخواني الأعزاء للتداولات اليوم الجمعة لأنها غالبا ما تكون هناك تصحيحات أسبوعية في يوم الجمعة وضعف للسيولة وتقلبات إذن أخواني الأعزاء نلاحظ أن الذهب حاليا لا نعتبر الذهب أنه بدأ يعطينا تأكيدات على استئناف الاتجاه الصاعد إلا باختراق مستوى 1919 والثبات أعلىه والثبات أعلى 1930 قد تدخل الذهب بر الأمان مرة أخرى وتعطينا تأكيدات كبيرة باستعادة الاتجاه الصاعد واستهداف مستويات الألفين خلال الأيام القادمة إذن أخواني الأعزاء هذا هو سيناريو المتوقع للذهب وحاليا نحن نتوقع بعض التداولات العرضية بالقرب من مستويات الألف وتسعمائة وتسعطاش ومفتاح التداول لليوم الحالي هو مستوى الألف وتسعمائة وتسعطاش للذهب التداول أسفل هذا المستوى قد يرجح عودة الأسعار للهبوط مرة أخرى لإعادة اختبار المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسين يوم والذي يقترب من مستوى الألف وتسعمائة وتثمانون مجددا أما في حال اختراق مستويات ألف وتسعمائة وتسعطاش فهي قد تمد الأسعار بالإيجابية لملك الملاذات الآمنة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونلاحظ أن النفط الخام يوم الأمس بدأ بموجة من التعافي ونجح باختراق مستوى الأربعون فاصلة خمسون والثبات علىه ومثل ما تحدثنا قد اقترب من الهدف الأول الماثل عند مستويات الاثنين وأربعون ولكن حاليا بدأ بالتصحيح ونلاحظ أيضا التشبعات الشرائية في معشر تذبذب ستوك ستك ولكن تقترب حاليا من الدعم الماثل عند مستوى الثمانون فمن الممكن أن نشاهد بعض من الهبوط الذي يقترب من مستوى الأربعون فاصلة خمسون ومن ثم استئناف للصعود مجددا بإذن الله تعالى في حال ثبتت الأسعار أعلى الأربعون فاصلة خمسون هذا هو الشرط لاستئناف الاتجاه الصاعد وتحقيق الأهداف الماثلة عند اثنين وأربعون وثلاثة وأربعون خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء يلغى السيناريو الصاعد والأهداف المحددة عند كسر مستوى الأربعين فاصلة خمسون وهو شرط تحقق السيناريو الصاعد ثبات الأسعار أعلى الأربعون فاصلة خمسون والذي يؤيدها التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أن الفضة متأثرة بملك الملاذات الآمنة الذهب بدأت بالتعافي والصعود أعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسين يوم ولكن مثل ما ذكرنا الفضة إلى الآن لا تزال في منطقة محورية ومنطقة مقاومات قوية جدا ارتدت منها أكثر من مرة مثل ما تلاحظون في السادس من أكتوبر بدأ انهيار الفضة من نفس المنطقة وأيضا في التاسع والعشرين من سبتمبر لاحظنا نفس الهبوط وأيضا أخواني العزاء في الثاني والعشرون من سبتمبر بدأ انهيار الفضة من نفس المناطق فهي منطقة قوية جدا ولا نأمن لصعود الفضة ونعتبر أن الفضة عادت إلى بر الأمان إلا في حال تمكنت من اختراق مستوى الـ 24.720 والثبات أعلىها إذن أخواني العزاء هذا هو السيناريو المتوقع للفضة وننتقل لتحليل مؤشر الداو جونز الصناعي قائد السوق الأمريكي ونلاحظ أخواني العزاء مثلما تحدثنا يوم الأمس بمجرد اختراق 28.300 نجح بخلق تداولات عرضية بالقرب من هذا المستوى الهام وتحدثنا أنه لا يمكن الاختراق بشكل سلس وبصورة سريعة لأن هذه المنطقة قوية جدا فمن الممكن أن نشاهد بعض التذبذبات العرضية إلى أن يتم تأكيد الاختراق إذن إلى الآن نحن نعتبر مؤشر الداو جونز أنه قد تعدى المرحلة الأولى وأنه بدأ يدخل في السيناريو الإيجابي الصاعد وذلك بنجاحه اختراق 28.300 ونتوقع له استئناف الصعود مجددا وذلك بعدة أسباب أهمها الثبات أعلى 28.300 والذي كان يعبر عن منطقة مقاومة وتحولت إلى دعم جديد بعد أن تم اختراق المقاومة السابقة وأيضا ثبات الأسعار أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والذي يمد السعر بالدافع الإيجابي الذي قد تصل أهدافه إلى مستويات 28.829 خلال الجلسات القادمة إذن أخواني العزاء شرط تحقق السيناريو الصاعد لمؤشر الداو جونز الصناعي هو الثبات أعلى مستويات 28.300 ويلغى السيناريو الصاعد في حال أن الأسعار فشلت في الحفاظ على التداولات أعلى مستويات 28.300 إذن ننتقل إلى مؤشر ستاندرد أنت بورز 500 والذي يعبر عن أداء 500 شركة في السوق الأمريكي ونلاحظ في المؤشر أن هناك نوع من الإيجابية وفي حال نجح المؤشر ستاندرد أنت بورز من اختراق مستوى 3440 والثبات أعلىها في هذه اللحظة قد نشاهد استئناف الصعود واستهداف مستويات 3520 كهدف خلال الجلسات القادمة أما في حال أن الأسعار فشلت في اختراق 3440 وفشلت في الحفاظ أعلىها فمن الممكن أن نشاهد هبوط للأسعار وتصحيحات قد تصل إلى مستويات 3380 خلال الجلسات القادمة إذن مفتاح التداول هو مستوى 3440 نتابع الإغلاقات السعرية حول هذا المستوى الهام من أجل تحديد الأهداف والمسار خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء وختاما ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني الصناعي ونلاحظ اختراق مستوى 13000 والثبات علىها وحاليا دخل المؤشر في موجة صيحية هابطة قد تصل بالقرب من مستويات 13000 ومن ثم يستأنف الصعود مجددا لاستهداف مستويات 13150 و13200 خلال التداولات القادمة وخلال الجلسات القادمة وشرط تحقق السيناريو الصاعد والأهداف المحددة هو ثبات الأسعار أعلى مستوى 13000 أما في حال أن الأسعار فشلت في الحفاظ على التداولات أعلى مستوى 13000 فقد نشاهد عودة واستئناف وامتداد للموجة الصحيحية الهابطة الذي قد تصل إلى مستويات 12800 قبل أي تحديد أي مسار قادم لمؤشر الداكس الألماني إذن أخواني العزاء إلى هنا ونكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية لأهم السلع والمؤشرات وأشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني أطيب التحيات وفي أمان الله